لنسى 2021 فوقاش ولم يتسين أهلا وسهلا بمتتبعنا في موقع توجينات نظرا لتوصرنا بمجموعة من التساؤلات والاستفسارات بشأن موعد بداية ترشيح للمباريات الجديدة 2020 المتعلقة بتلاميذ السنة تانية باك والحاصنة على الباكالوريا ونظرا كذلك لانتشار جدولة عبر بعض المواقع الإلكترونية وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هذه الجدولة حددت جدولة ترشيح لبعض المباريات فمثلا مباراة الماعيد العليا لمهانة مريضية وتقنيات الصحة كما تلاحظون 2020 حددت ما بين 24 يونيو 2020 لغاية 10 يوليوز 2020 مباراة لينصام ولينصا تم تحديد تاريخ ما بين 1 يونيو 2020 لغاية 36 2020 إليكم مقتطف من الجدولة المنتشرة عبر الانترنت كما أشرنا من الباقي المباريات نجيب عن مدى صحة أخبار هذه الجدولة ارتأينا من الناحية المنهجية أن نقدم لمتتبعين في موقع توجينات من يحدد إجراء الترشيح للمباريات الجديدة ومن يحدد التواريخ والجدولة إذن لاحظوا الجدول الموالي إذن سوف نركز كما قلنا على جدول المباريات السنة الماضية حتى نفهم أصل هذه التواريخ المنتشرة حاليا عبر الانترنت مثلا مباراة الدرك الملكي 2019 تم الإعلان السنة الماضية عن المباراة يوم 15 مارس 2019 كما تلاحظون في الجدول الذي أمامكم وجدولة الترشيح يعني إمكانية وضع ملفات الترشيح كانت محددة ما بين 19 مارس 2019 لغاية 25 أبريل 2019 إذن الإعلان كما نشير في توجينيت أمامكم بالنسبة لمباراة سلك الضباط أوفيسيي سواء الأكاديمية العسكرية بمكناس أو الصحة العسكرية بالرباط سواء الطب أو الطب الأسنان أو المدرسة الملكية الجوية لغا أو المدرسة الملكية البحرية لغان سلك الضباط إذن هذه المباريات كلها تم الإعلان وعنها السنة الماضية يوم 1 أبريل 2019 وتم تحديد آخر أجل ترشيح ما بين 1-4-1-4-2019 لغاية 29-4-2019 مثال لإحدى هذه المباريات أمامكم إذن من يحدد هذه التواريخ إذن الإعلان الرسمي الصادر عن المؤسسات العسكرية هو الذي يحدد هذه التواريخ هذه هي الملاحظة الأولى نمر الآن إلى المباريات المدنية مثلا الأقسام تحضيرية السنة الماضية تم الإعلان عن إجراءات ترشيح يوم 21 ماي 2019 المذكرة أمامكم وحددت جدول الترشيح ما بين 27 ماي 2019 لغاية 10 يونيو 2019 بالنسبة للمدارس الوطنية لينصا واللينصام وكلية طيب الميدسين وكلية طيب الأسنان دونتير والصيدلة الخاصة بالبكالورية واللينصام هذه المباريات كلها تم الإعلان عنها السنة الماضية يوم 24 ماي 2019 من خلال المذكرات الوزارية الصادرة الموسم المنصرم كما تلاحظون وجدول الترشيح كانت محددة جميع هذه المباريات ترشيح كان يتم عبر الإنترنت ما بين 1 يونيو 2019 لغاية 30 من نفس الشهر 30 يونيو 2019 بالنسبة لمباراة اليونسيس جي السنة الماضية كذلك تم الإعلان عن المباراة يوم 24 خمسة 2019 وإجراءات ترشيح محددة ما بين 6 يونيو 2019 و6 يوليوز 2019 بالنسبة لمباراة المعاهد العليا لمهان التمريدية وتقنيات الصحة تم نشر المراسلة الوزارية تابع الوزارة الصحة كما تلاحظون أمامكم يوم 19 يونيو 2019 وجدول الترشيح كانت محددة من 24 يونيو 2019 لغاية 10 يوليوز 2019 المذكرة الوزارية أمامكم بالنسبة لبعض المباراة الأخرى مثل كلية العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا تم سنة الماضية الإعلان وإصدار المذكرة الوزارية يوم 9 يوليوز 2019 إذن كما تلاحظون هناك أخير بحكم أن السنة الماضية هي أول سنة تم توحيد إجراءات الترشيح في موقع واحد إذن كما تلاحظون من خلال هذه الأمثلة التي أوردناها أشرنا لنقطة أساسية هو دائما انتظار المرجع الرسمي الذي يحدد تاريخ والجدولة إذن من الناحية المنطقية إذن إذا رجعنا إلى جدولة الترشيح 2020 إذن لا يمكن أن نغير 2019 بـ 2020 هكذا إذن هذه السنة نظرة لتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها من طرف السلطات الحكومية ببلادنا إذن كما تلاحظون المباريات العسكرية كلها تم تأخيرها لموعدين لاحق وما زالت لحدود الساعة لم تظهر بالنسبة للمباريات الأخرى إذن هذه التواريخ من طبيعة الحال قابلة للتغيير والجهة المخولة بتحديد التواريخ كما أشرنا هي الجهة الرسمية سواء كانت وزارة التربية الوطنية وتكويل المهنة والتعليم العالي أو بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية مثل وزارة الصحة إلى غير ذلك نفس الأمر ينطبق على باقي المباريات مثل جهة المعنية حتى نقول آخر أجل إلى غير ذلك إذن خلاصة القول التواريخ المنشتشرة بقطرة عبر الانترنت هي التواريخ السنة الماضية وتم تغيير 2019 بـ 2020 المصداقية والمتوقية هي أمور أساسية في مجال الإعلام للأسف هناك بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لا تراعي نفسية التلاميذ فتقوم بنشر إعلانات بدون مراجع وبدون الإعلان عنها رسميا مما يسبب للمترشحات والمترشحين بلبلة وارتباك كبير إننا في توجينات مثل باقي المواقع التربوية المحترمة لا ننشر مغالطات نحاول التحري قبل النشر دائما نبقى على الطلاع بالموقع توجينات بوان نت سوف نكون إن شاء الله معكم طيلة الأسابيع والأيام القادمة توفيقي لجميع مع تحيات فارق موقع توجينات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته